السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله هنخلص الجزء بتاع المضاعفات النهاردة هناخد المضاعفات المشتركة الدروس من 23 ل 25 رياضيات الصفقة الثالث كتاب قطر الندو تعالوا نشوف لاحظ مخطة 120 حيث تم تلوين مضاعفات العدد 2 باللون الاصفر ووضع دائرة حول مضاعفات العدد 3 هنا كده العمويد الصفرة دي دي مضاعفات العدد 2 والدوائر الحمرة دي مضاعفات العدد 3 هنا بقى بيقولي أكمل ما يأتي رقم 1 قائمة بأول 10 مضاعفات للعدد 2 فبكتب له 10 مضاعفات يعني عندي هنا 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 وكذا هو عايز بس 10 فوقفنا عند العشرين طيب رقم 2 قائمة بأول 10 مضاعفات للعدد 3 تبقى نروح من أول دائرة 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 بكده خدت مضاعفات العدد 3 10 بس عايز 10 مضاعفات قائمة بأول 10 مضاعفات للعدد 6 هنبتدي من 6 6 12 بأخذ واحدة واسيب واحدة يعني 6 هنسيب التسعة وناخد الـ 12 هنسيب الخمستاشر وأخد التمنتاشر هنسيب الـ 21 أخد الـ 24 هنسيب السبع عشرين أخد الـ 30 هنسيب 33 ناخد 36 وتلاتين. هنسيب تسعة وتلاتين. هناخد اتنين واربعين. وبعد الاتنين واربعين برضو تمانية واربعين. اربعة وخمسين. ستين. فايه فبنضت تلاتة وتلاتة عشان هما ستة. لو كنا بنمشي تلاتة في جدول التلاتة لكن دي ستة فهاخد ايه دائرة واسيب دائرة. طيب ايه طيب ايه لنا استفدت بقى? ايه لنا فهمت من مضعفات العدد اتنين. مضعفات العدد تلاتة ومضعفات العدد ستة. لو انا خدت الارقام المشتركة بين مضعفات العددين اتنين وثلاثة مع بعض. يعني ايه مضعفات الاتنين وثلاثة مع بعض. يعني اروح للمربع اللي فيه اللون الاصفر بتاع الاتنين وفيه في نفس الوقت الدايرة بتاعة مضعفات التلاتة. يبقى ده كده الرقم ستة ده عامل مشترك ما بين مضعفات الاتنين ومضعفات التلاتة. طب ادي واحدة ايه عندي ستة. فيه من كمان في الاتناشر. اهيه وقفة في الاصفر بتاع المضعفات الاتنين. في نفس الوقت عليها دائرة آآ من مضعفات تلاتة. ايه كمان? عندي التمنتاشر. نفس الحكاية برضو. دي عامل مشترك ما بين مضعفات الاتنين والتلاتة. فيه من كمان? في الاربعة وعشرين. من كمان? في التلاتين. تمام? في حاجة تاني? اه فيه ستة وتلاتين. وفيه الاتنين واربعين. بس هو طالب مني بس هو عامل اماكن لخمسة فعملنا خمسة بس فيه كتير يعني. فيه اتنين واربعين. فيه التمانية واربعين. فيه الاربعة وخمسين. فيه الستين. فديه مضعفات مشتركة بين العددين اتنين وثلاثة. ستة اتنشر تمنتاشر اربعة وعشرين تلاتين. طيب بيقولي بيقولي استفدنا ايه بقى? بيقولي استفدنا ان احنا نعرف ان المضاعفات المشتركة بين الاتنين والثلاثة هي مضاعفات العدد ستة. المضاعفات المشتركة بين اتنين وتلاتة لو طلعت المضاعفات المشتركة بينهم هتديني مضاعفات العدد ستة. هتديني بسهو هنا ستة اتنشر تمنتاشر بعشرين تلاتين نفس المضاعفات. ستة اتناشر تمنتاشر اربعة وعشرين تلاتين يبقى تاني هنقول للطفل احنا استفدنا ايه من اللي احنا عملنا ده كله? استفدنا ان العوامل المشتركة بين المضاعفات اتنين وتلاتة هي مضاعفات للعدد ستة. هي مضاعفات العدد ايه? العدد ستة. طيب هنا بدأ برضو يعمل يجي دول ويسألني بيقولي باستخدام مخطط المية وعشرين لون مضاعفات العدد عشرة باللون الاحمر وضع دائرة حول مضاعفات العدد خمسة فهنا مضاعفات العدد عشرة عشر عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين مية مية وعشرين انا لو انت بالاحمر بس الاحمر مش باي وعايز كمان حط دائرة على مضاعفات العدد خمسة فانحطيت مضاعفات العدد خمسة خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة عشرين تلاتين خمسة وثلاتين اربعين خمسة واربعين خمسين وهكذا لحد ما وصلت الفوق طيب رجعتني قال لي رقم واحد قائمة بأول عشر مضعفات للعدد خمسة فعملت له قائمة بأول عشر مضعفات لها خمسة عشر خمسة عشر عشر عشرين خدت رقم من هنا ورقم من هنا لحد موصلت للخمسة وخمسين رقم اتنين قال لي كمان عايز قائمة بأول عشر مضعفات للعدد عشر دول عشر عشرين تلاتين اربعين لحد موصلنا للمية طيب قائمة بأول عشر مضعفات للعددين هم اشتركوا في ايه هما الاتنين اشتركوا في ايه الخمسة والعشرة اشتركوا في مضعفات العشرة اشتركوا في مضعفات العشرة يعني ما قول قائمة باول عشر مضعفات للعددين خمسة وعشرة مع بعض هما مشتركين في ايه مشتركين في نفسه مضعفات العدد عشرة ليه عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين مية وهكذا بقدر اللي استنتقته ان مضعفات لو جبنا مضعفات العدد خمسة والعدد عشرة وقلنا ايه هي المضعفات المشتركة ما بينها هتطلع نفس مضعفات العدد عشرة هتطلع نفس مضعفات العدد عشرة طيب انا بيقولي اكمل ما يأتي باستخدام مخطط المية وعشرين عايز خمس مضعفات للعدد ستة خمس مضعفات للعدد ستة لطوله ستة اتناشر تمنتاشر اربع وعشرين تلاتين يعني بكتب الستة الاول وابدأ ازود عليها ستة جبت اتناشر الاثناشر ازود عليها ستة بقيت تمنتاشر تمنتاشر نزود عليها ستة تبقى اربع وعشرين الاربع وعشرين ازود عليها ستة تبقى كام تلاتين وهكذا كلهم بقى زي ما هو طالب طيب خمس مضعفات للعدد سبعة والطوله سبعة اربع تاشر واحد وعشرين تمانية وعشرين خمسة وثلاتين طيب عايز خمس مضعفات للعدد تسعة طوله تسعة تمنتاشر سبعة وعشرين ستة وثلاتين خمسة واربعين خمس مضاعفات للعدد عشرة عشرة عشرين تلاتين أربعين خمسين عايز كمان مضاعف للعدد خمسة أكبر من التلاتين يعني أعدي بقى مضاعفات بتاعة الخمسة أعدي التلاتين وقول إيه اللي بعد التلاتين تقوله خمسة وتلاتين أربعين خمسة وأربعين خمسين خمسة وخمسين طيب عايز مضاعف للعدد تمانية أقل من تلاتين اللي قال لي من تلاتين تمانية ستاشر أربعة وعشرين قال لي راجع تاني قال لي عايز 3 مضعفات مشتركة للعددين 2 و 3 مع بعض طبعا احنا لسه عاملينها هنرجع للجدول بتاعنا الجميل ده ونحط المشتركين اللي هي 6 وال 12 وال 18 كتبنا ايه؟ كتبنا 3 لانه هو طالب 3 مضعفات طيب هنا بقى ايه الموضوع؟ بيقول لي بيستعانى مخطط 120 سل كل عدد بمضعفاته كما بالمثال يعني ال54 دي من مضعفات مين قوله اذا كانت 6 في 9 يبقى مضعفات ال6 35 دي مضعفات مين قوله اذا كانت 7 في 5 مضعفات السبعة ال32 دي كانت مضعفات ايه؟ اه 4 في 8 ب32 يبقى مضعفات ال4 ال49 دي كانت مضعفات ايه نقول مثلا 7 7 في 7 49 يبقى مضعفات السبعة التمنتاشر كانت ستة في تلاتة في تمنتاشر من مضاعفات الايه? الستة. الستاشر اربعة في اربعة بستاشر دي من مضاعفات ايه? المضاعفات الاربعة. طيب هنا بيقول ليه حوات حوله مضاعف كل عدد كما بالمثال اللي الاتنين من من الرقمين دول من المضاعفات بتاعتها اقول له الستاشر. طيب الاربعة مين من المضاعفات بتاعتها الاثناشر? الخمسة مضاعفاتها خمسة وتلاتين. السبعة مضاعفاتها واحد وعشرين. يعني من العشان لو حد مثلا مش فهم يعني ايه من مضاعفاتها? يعني احنا لما عملنا عملية الضرب فبنشوف الاتنين دي كان فيها مين في عمليات الضرب اه ستاشر ولا الواحد وعشرين؟ لا كان فيها الستاشر كان فيها ايه? الستاشر اه طيب والاربعة كان مين من نواتج الضرب بتاعتها كان فيها الايه الاثناشر هيه تلاتة فاربعة باثناشر. طيب والخمسة اه كانت خمسة بسبعة بخمسة وتلاتين يبقى ايه برضه من مضاعفات ايه الخمسة. طيب والستة بقى. اه الستة من مضعفاتها الستة وتلاتين. ستة في ستة بستة وتلاتين. طيب التسعة من مضعفاتها كام التمنتاشر ولا التمنتاشر اللي هي تسعة في اتنين بطمنتاشر. طيب. طيب انا عايزة اكتبها لكم بحيس آآ يعني هنا هنقول اتنين في تمانية. اه من مضعفاتها الستاشر. دي اربعة في تلاتة. آآ هنا خمسة في سبعة. هنا آآ سبعة في تلاتة. تلاتة في سبعة. ستة في ستة. وهنا تسعة في اتنين. تمام كده? طيب هنا بيقول لي ايه? بيقول لي انا زي في الزورة كده. انا مضاعف للعدد اتنين. واكبر من اتناشر. يعني عايزة هي الرقم اللي احنا بندور عليه ده. هو مضاعف للعدد اتنين واكبر من اتناشر. طيب ايه الاكبر من اتناشر من مضاعفات اتنين? عندي اربعتاشر والستاشر والتمنتاشر. اهي انا مضاعف للعدد سبعة واكبر من اربعين. الاربين سبعة في تسعة واربين يبقى التسعة واربعين. انا مضاعف للعدد خمسة واكبر من واحد وتلاتين. اه يبقى الخمسة واربعين. طيب هنا بيقول لي قيم تفلك حتى الدرس خمسة عشرين. يلا بينا نشوف التقييم والمفروض تفلح يحل دي الواحدة. الواحده يعني? اربعة في واحد باربعة. خمسة في تلاتة بخمستاشر. ستة في خمسة بتلاتين. سبعة في تلاتة بواحد وعشرين. تمانية فاربعة باتنين وتلاتين. تسعة بستة باربعة وخمسين. طيب هنا بيقول لي باستخدام مخطط المية وعشرين اكتب مضاعفات العدد خمسة. وظلل على مضاعفات العدد سبعة. طيب انا هكتب الاول مضاعفات العدد خمسة اللي هي خمسة عشر خمسة عشر عشرين خمسة عشرين خمسة وتلاتين اربعين. طيب عايزة اظلل على مضاعفات العدد سبعة. نظلل على مضاعفات العدد سبعة. هدي سبعة اربعتاشر اه واحد وعشرين تمانية وعشرين خمسة وتلاتين. اكتب مضاعفات العدد تمانية بالقلم الازرق. ومضاعفات العدد سبعة بالقلم الاحمر. فطبعا انا لقيتهم هنا كتبين بالاسود فقلت لان هكتب الارقام. وبعد كده اعمل زي ما هو وعايز مضعفات التمانية هعمل عليها دقيرة باللون الأزرق. مضعفات السبعة هعمل عليها دقيرة باللون الأحمر. فمضعفات السبعة 21 و 28 و 35. أما مضعفات التمانية هي كانت 24 و 32 و 40. سل البطاقات المتساوية على حسب الندج. 9 في 0 و 0 وصلناه. 5 في 7 في 35 اللي هي السبعة خمس مرات. السبعة خمس مرات أجمعها. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وصلناه. 8 في 10 ب 80. و 50 زائد 30 بتسوي 80. هنوصلهم ببعض. عندي كم تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى 6 في 9. أي 6 في ايه في 9. طب أكمل الجدول التالي باستخدام المضعفات. 2 في 10 ب 20. 4 في 10 ب 40. 6 في 10 ب 60. 8 في 10 ب 80. 3 في 10 بتلاتين. 7 في 10 ب 70. 0 في 10 ب 0. 5 في 10 ب 50. 9 في 10 بتسعين. وهنا بيقول لي كام في 10 يديني 10. كام في 10 يديني 10. الواحد في 10 ب 10. الواحد في 10 ب 10. وآخر صفحة في المضاعفات. بيقول لي ايه تحديد الوقت على السعب زيادة مقدارها 5 دقائق. اه اكمل العد بالقافز بمقدار 5. الخمسة زودنا على 5 ب 10. هنزود بقى كده ايه. 5 15 20 25 30 35 40 45 50 كلهم هنزود عليهم 5. طيب هنا 0 في 5 ب 0. 1 في 5 ب 5. 2 في 5 ب 10. 3 في 5 ب 15. نفس الحكاية برضو اللي فوق. بقفز بخمسة. 4 في 5 ب 20. 5 في 5 ب 25. 6 في 5 ب 30. 7 في 5 ب 35. 8 في 5 ب 40. 9 في 5 ب 45. لون مضاعفات العدد 5 على مخطط الـ 120 بألوان من عندك. انا لو انتهى بدأت بالـ 15 10 15 20. وهكذا لحد ما خلصنا الجدول. كده خلصنا المضاعفات. اتمنى نكون سهلتها عليكم. وذكرها كويس للولاد. حاجة جديدة برضو عملية القفز. هم واخدنا من الحضانة بس كده بسيطة. دلوقتي بقت كبيرة شوية. ان شاء الله المرة الجاية هناخد الساعة. واعتقد ان هم مشين بنفسي ترتيب منهك سنة تانية. زي ما خدناس سنة اللي فاتت. اعتقد ان اللي بعد الساعة عشان انا مش. يعني ما تصفحتش الكتاب كله. لأنا ماشية فصل فصل فمش عارفة ايه اللي جاي. بس اعتقد اهو شايفة نفس نظام الصف الثاني. على الاشكال الهندسية والكتلة. واعتقد كده يعني هيبقى النظام كده. بس في المسيحة كمان. ربنا يسهل ان شاء الله ونخلص بسرعة. شوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.